السلام عليكم ورحمة الله متتبعين قناة مطبخ احلام انتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير وفي صحة جيدة ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال مرحبا بكم معي اليوم فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقدم معكم وصفة كيكة التفاح كجيها الى شكلا ومدقا إذا كنتم مهتمين بالوصفة معي انكم تبقوا معي تل اخير فيديو وطريقة التحضير بالنسبة للناس اللي تشوف قناتي اول مرة مرحبا بكم والف مرحبا اشتركوا معنا وفعلوا زل جرس لكي تصلوا بجديد الوصفات وجديد الفيديوهات على بركتي الله بالنسبة للمقادير سنحتاجوا جفاحات كبار ما بينجوج وثلاثة لحسب الحجم سنقطعهم قطع صغيرة اما نقشرهم اما نضعهم بالقشرة اما في الخلط الكهرباء ونطحنهم بالمكسر سنحتاجوا كاس السكر وكذلك كاس الزيت يعني العبار بالكاس العنباء سنحتاج ساشي الفانيلي للتنسيم ممكن تستعملوا اما الحمض اما مبشور الحمض او لمبشور ليمون او ساشي الزهر سنحتاجوا كذلك اربع بيضات ونحتاجوا ياغورت بالنكهة الفانيلا اما ستستعملوا جوج بالنكهة الفانيلا اما ستستعملوا كاس كبير الحليب يعني المتوفر عندكم وضعوا الياغورت مع المكونات اللي بقيت ونحاولوا اننا نطحنهم اما كيف ما قلت لكم في الخلاط الكهربائي او لممكن انكم تحنهم بالمكسور بهذا الشكل هذا من بعد مما كان نطحنهم يعني كي يولي الخليط عندنا سائل ممكن يبقوا في شوية ديال طريفة ديالتفح كي يجيهم مزيانين سنوضعوهم في واحد الاناء او في واحد البول لنقدروا ان ننضيفه فيه الدقيق بهذا الشكل هذا سنخبئو الخليط السائل كيف ما شفتم معي يبقوا شوية ديالطريفة ديالتفح فمشي مشكلة ان كيكا ديالتفح اصلا وغادي ندوزوا اننا نضيفه الدقيق بالنسبة للدقيق غادي نضيفه بالتدريج عيننا ميزاننا على ما اظن هنا غا نكون استعملت جوج كي سان اونس ديالتقيق غادي نوضع غادي نوضع زوج صاشيات ديال الخاميرات الحلوى او الابيكين باودر وغادي نبدأ نخلط المكونات ديالي جيدا بهذا الشكل هذا تجنس لنا دقيق مع السوائل صار حقيقة سهلة مهلا وكتوجد في واحد المدة اللي هي وجيزة ما كتاخدش واحد الوقت اللي هو كتير وكذلك ما فيها شي مكونات لي صعبة والنتيجة كتكون ديالها رائعة وزوينة بما انه موسم تفاح علاش ما نستغلوش يعني هاد الموسم ونحضرو كيكات ديال تفاح لانه كيكون في هاد الموسم مرخيص نستعملوه في جميع الكيكات اللي احنا غادي نديرو بقي نقدم معاكم ان شاء الله كيكات ديال تفاح واحدين اخرين كيجيو هائلين وانتمنى ان شاء الله يعجبوكو من بعد ما كنخلط ونخلط ديالنا بهات الشكل هذا كنشوف القوام دياله ووش خصو الدقيق ولله فانا غادي نضيف هنا ما يعادي الواحد ثلاثة المعالق او لجوج معالق كبار ديال دقيق وغا نخلط جيدا بهات الشكل وغادي نحتاج واحد المول او لواحد الاطار او لعفوا واحد اللاطة اللي مهم انتو ما تستعملوا اللاطة اللي بغيتو اهنا استعملتها مستطيلة دهنتها بزيان بالزبدة وغادي نوضع لها القرفة يعني غادي نديرو فقط غير الزبدة ما هنديرو لدقيق لاوالو وغادي نوضعه القرفة بالنسبة للقرفة كتجي مواتية بزاف مع التفاح كتجي هائلة مع التفاح فلي ما كيبغيهاش ممكن انه يستغنع لها غادي نحاول ان ندهن الطاوة ديالي اولا نرش الطاوة ديالي بهذا الشكل هذا بالقرفة ومن بعد غادي نجيب السكر ساندة وغادي نرشو فوق القرفة بهذا الشكل هذا باش تفاح من بعد مما كان وضعه في اللاطة يجينا مع السلم تحت ممكن تستغنعوا على القرفة وتستعملوا فقط سكر ساندة يعني لكم حرية الاختيار للناس اللي ما كتبغيش انكها ديال القرفة وبالنسبة للتفاح فاكيد كان ناخدوه وكان نقطعه على شكل دوائر بهذا الشكل هذا وكانوا زولوله اذاك الحبات ديالي الوسط القلب ديالي ممكن تستعملوا تفاح لشكل شرائح طويلة او لدوائر انا هنا استعملتهم دوائر يعني تقطعهم على حسب الشكل انتو ما بغيتو وغادي نستفهم في المول بهذا الشكل هذا يعني رهما تتحرق هاد الكيكا ما تلصق موالو خسكم غير دهنوا المول ديالكم بزيان بالزبدة ومن بعد غادي نخبيو عليه الخالات ديال الكيك بهذا الشكل هذا بالنسبة لطريقة الطهو ديال هاد الكيكا هادي فالطريقة العادية يعني نكون نشعلنا الفران من قبل باش انه يدفى شوية وغادي نحط الكيكا ديالنا من الفوق يعني نشعلو عليها من تحت يعني انا كنهضر على الفران ديال الغاز كنحط الكيكا الفوق وكنشعلو عليها من تحت كنحشوفوها يعني تحمرات من الجواني باعطات الريحة ديالها عاد كنها بطول تحت باش تحمر وكن هذا هو الشكل النهائي ديالها كتجي هائلة شكلا وكذلك الماضاقم اللي كتكون كتطيب وحد الريحة كتتحطها في الدار ما نعودش لكم يعني كتشهي كتقول وغي امسا الطيب باش اننا نضقوا هاد الماضاق هاد او الى هاد الريحة هادي اللي حضيها في الدار انتمنى ان شاء الله الوصفتنا لإعجابكم وهذا هو الشكل ديالها من داخل كتجي اشيشة وقطنية ويعني كتجي هائلة هائلة شكلا وماضاقا انتمنى ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم اشتركوا لكم هذا هو الشكل ديالها شكرا لكم على المشاهدة مسبقا فما تنسونش من لايكات ديالكم وما تبخلوش علينا من التعليق واشتراك يعني شاركوا الفيديو مع ناس واحدين اخرين باش تعمل فائدة وباش نزيدو نكبرو لاشين ديالنا القدام ونزيدو نستمرو شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على المشاهدة ما تبخلوش علينا بالباختاج وما تبخلوش علينا بالاشتراكات ديالكم الى فيديو قادم بإذن الله مع السلامة ومع الفيديو تل اخر موسيقى 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 موسيقى